مركز العراق للتنمية القانونية الدكتور ابتهال الغزي مرحبا بك معنا هل لك أن تحدثين عن تفاصيل لملف عقود صفقات أجهزة كشف المتفجرات الموردة لصالح وزارة الداخلية تفضلي أهلا وسهلا بكم وبجميع متابعي قناة الرشيد طبعا في البدء هذا الملف يعتبر من الملفات الخطرة والتي شابتها الكثير من الشبهات وأيضا شابت اللجنة المحققة في هذا الموضوع الكثير من الشبهات على اعتبار مركز العراق للتنمية القانونية طيلة الأيام السابقة راجع الملف بكل حيثياته المالية والفنية والقانونية ووجد أن من حقق في هذا الملف قرأ فقط الاتفاق القانوني بين الطرفين بين وزارة الداخلية والشركة المتعاقدة ولم يبحث في خلفيات الجهاز سواء كانت الخلفيات الفنية أو حتى القانونية أو الأوامر القضائية الصادرة بحق هذا الجهاز دوليا هناك عدة نقاط مشخصة فيما يتعلق بهذا الجهاز الذي تسبب بزهق المئات من أرواح العراقيين أولها أن الشركة التي صدرت الجهاز أو التي ما تسمى بروتكاستينك تيلي مكوم هي شركة وهمية وليس الشركة بريطانية بل شركة اتصالات صينية الاسم يعود إلى شركة اتصالات صينية أيضا سعر الجهاز حقيقة سعر الجهاز يصل إلى 25 دولار فقط بينما بيع الجهاز بالبدء من قبل ماكورك الذي صنع الجهاز بـ 21 ألف دولار ومن ثم بـ 16 ألف دولار ومن ثم بـ 5000 دولار وبيع للأطراف العراقية بـ 66 مليون دينار عراقي ولكم أن تتخيلوا حجم الفساد في هذا الملف أيضا وزارة التجارة البريطانية لن تصادق على هذا الملف وإنما صادقت عليهم ما يسمى بغرفة التجارة العربية البريطانية وهي جهة غير رسمية فنحن نعجب كيف مرت هذه الصفقة بكل الإجراءات الإدارية والموقعة على هذه الصفقة جهة غير رسمية أيضا اللجنة لم تستجلب موظفي سفارة العراقية في بريطانيا وخصوصا قنصلية التجارة في هذا الموضوع وأيضا هناك تقرير لباول أول ديفيد وهو خبير كبير الفريق الاستشاري في وزارة الداخلية آنذاك الذي أشار صراحة أن الجهاز غير فاعل وبعض أجساء لا تعمل وهو أشبه ما يكون بالأريا للهوائي نعم طيب التحقيقات التي تناولت هذا الملف هل اقتصرت على الناحية الشكلية أم شملت صيغة التعاقدات قانونيا؟ التحقيقات التي تناولت هذا الملف أو ناقشت هذا الملف تناولت فقط الصيغة القانونية ولم تبحث في خلفيات هذا الجهاز كما ذكرنا ولم المراحل الإدارية التي مرت فيها الاتفاقية حتى أن الجهاز غير إلى نوع آخر على خلاف الاتفاق وزاد عدد الأجهزة المصدرة العراق أيضا اللجنة المحققة في هذا الموضوع لم تحقق بتحفظات أربعة من أعضاء اللجنة الاقتصادية على هذا الموضوع الذين تحفظوا في إبداء الموافقة وهناك نقطة أخرى اشترطت اللجنة الاقتصادية أيضا أن يكون ضمان عمل الجهاز بضمان مصرف عراقي بينما اعتمدت الصفقة على صك موقع بمبلغ معين وحتى الصك بعد فشل الجهاز لم يسترجع إلى العراق إذن التحقيق كان قاصرا جدا ولا يرتقي لمستوى الجريمة الكبرى التي حصلت بسبب هذه الصفقة والتي يعاقب عليها القانون إلى أمور تصل ربما حتى للإعدام أو السجن المؤبد كونه يتعلق بحرمة الدم العراقي وبسيادة البلد وأمنه وبحرمة المال العام طيب هل سيتدخل مجلس مكافحة الفساد للتدقيق في العقود الخاصة بأجهزة كشف المتفجرات؟ نعم المركز طيلة الفترة السابقة عمل على البحث في الوثائق وفي العقود وأطلق الشبهات القانونية التي وجدها على وفق خبراء المركز وعلى وفق العمل المستمر للمركز ورفعه إلى المجلس الأعلى لمكافحة الفساد يعني هي خريطة الطريق للمجلس الأعلى لمكافحة الفساد وما عليه إلا أن يتخذ قراره بشأن هذا الملف حتى يثق المواطن العراقي بزعم الحكومة بمحاربة الفساد وكشف الفساد ويعني معاقبة المفسدين قانونيا المركز مهمته ليس حكومية فلنتحدث بصراحة وهو ليس بجهة قضائية بل هو مركز تنمية قانونية يعمل على فتح الملفات التي تدور حولها شبهات فساد ويناقشها قانونا ومن ثم يرسل ملاحظاتي للجهات المعنية بهذا الأمر وباعتبار أن هذا الملف يتعامل مباشرة ويمس أرواح العراقيين جميعا ويتعامل مع أمن البلد وحرمة ماله العام وحرمة الدم المواطن العراقي نحن لخصنا هذه الملاحظات القانونية بـ 15 نقطة وأطلقنا استفهامات حولها قبل يومين تقريبا ووصل الكتاب إلى المجلس الأعلى لمكافحة الفساد والمكون من عدة جهات منها المفتشين العموميين ومنها لجنة النزاهة وهيئة النزاهة ومكتب رئيس الوزراء حتى يتخذوا الإجراءات اللازمة بشين هذا الموضوع وحتى يأخذ التحقيق مجرى وتصدر قرارات قضائية خاصة بهذا الموضوع ونحن لا نكتفي فقط بدفع الضرر أو عودة المال العام بل يجب أن تحاسب الشركات المسؤولة وحتى بعد التحقيق مع المزعوم جيم ماكورك الذي صنع هذا الجهاز والذي كشف في تحقيق الجهات البريطانية معه أنه استلم رشها من أطراف عراقية معينة يجب أن يعاد فتح الملف هذا من جديد وأزيدك من الشعر بيتا أن حتى القضاء الأمريكي حضر تداول هذه الأجهزة في أمريكا وكانت هذه التقارير الطامة الكبرى جميعها موجودة قبل أن يعقد العراق الصفقة على شراع هذه الأجهزة فلكي أن تتخيلي حجم التقصير في الكشف عن هذا الموضوع وحجم الفساد الحاصل في شراع هذا الجهاز الدكتور ابتهال الغزي عضو مركز العراق للتنمية القانونية شكرا لانضمامك معنا في نشرة السادسة